والحقيقة قبل ما أدخل في تفاصيل حلقتنا النهاردة وتخليداً لإسم الراحل العمري فاروق وزير الدولة للرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إدارة منطقة القاهرة قررت إطلاق اسمه على بطولة كأس المنطقة الأستاذ العمري فاروق الله يرحمه ويخفر له يا رب دايماً هيكون دايماً حاضر معانا سواء بسرته المحترمة وأخلاقه الطيبة أو حتى بإطلالته اللي دايماً بيكون في قلوب كل الأهلوية ربنا يخفر له ويصبرنا جميعاً ويصبرنا كلنا كأهلوية على الفقيد العمري فاروق الحياة هذا الرجل المحترم اللي سيظل دائماً في قلوب كل الأهلوية حبيت بس أبدأ بهذا الخبر لأنه كل الناس كل واحد على طريقته بيحاول أن يقول أن العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق رجل محترم كل واحد بطريقته رجل لن ننسى أبداً رجل كأهلوية وكمصريين الحقيقة لن ننسى هذا الرجل وإطلالته لدائما الحقيقة في حب النادي الأهلي وفي حب بلده يظل دائماً اسمه موجود بيننا وصورته ستظل دائماً في قلوبنا ترجمة نانسي قنقر